بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجب من إنسان عندما يصبح في بداية يومه يفتح المواقع التواصل الاجتماعي ليجد أخبارا تسيء نفسه ولينشر هو أيضا أخبار تسيء إلى الناس أو هذه الأخبار تثير الغضب أو تثير الهم أو الحزن أو تبعث فقد الأمل في النفوس أيها سادة الأفاضل هذا أمر مخطط له إيه معنى أن حضرتك تقوم من النوم وبعدين تقرأ أخبار مؤسفة أو محزنة إيه اللي هيترتب عليها؟ يترتب عليها إن الإنسان شعر بالهم من أول اليوم طيب قوم عشان تشوف أكل عيشك وتشوف اللي وراك وتنزل مدرستك وتروح الجامعة وتروح شغلك مالوش نفس وبالتالي رايح متكاسل رايح متثاقي إيه اللي يترتب عليه هو قاعد في المخاضرة فاصل الولد راح المدرسة مالوش نفسه يسمع وبعدين عايز كمان بدأ يعني الطاقة السلبية بدأت تتحول إلى سلوك عدواني بعد شوية بدأ يضرب ده وبدأ يشاغب مع ده طالب الجامعة بدأ يتحول إلى مشاجرات الله الراجل ركب المواصلات عشان يروح شغله بدأ يتخانق مع الجامبه لما راح شغله مالوش نفسه يشتغل اللي رجع عشان يقلص الورقة هو مش عايز يعمل إلى غير ذلك دي كلها نتيجة محسوبة وتمارس بدقة على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم أو بنشر أخبار مسيئة أخبار مثبتة أخبار تثير الهم في النفوس وأقول سادة الأفاضل ما هدف الإسلام أو مبدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس لم يكن بهذه الصورة إنما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من مثل هذه الأحوال يعني يقول إيه يقول الصبح ويقول بالليل قبل ما ينام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال تقولهم الصبح ربنا يذهب عنك الهم والضيق تقولهم بالليل ربنا يذهب عنك الهم والضيق ولو عليك دين ربنا سبحانه وتعالى يشده عنك ويفتح لك أبواب الرزق الله ده هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وحضرتك كمسلمين بنقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم نعمل زيه ويبقى ده هدفنا وهمنا إن إحنا نزيل الهم عن بعض أي مجلس أي أعدى فيها إثارة للروح المثبتة والمعاني السلبية وإنه ما فيش فايدة ومش هيحصل ومش هينفع كلام ده كله يا سيد الفاضل قم عنها ما تعدش الأعدى دي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول للمسلمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وبيقول لهم الكلام ده مش وقت انتصار لا ده بيقوله لهم بعد ما اتكسروا في غزوة أحد ورجعوا المدينة بدأ ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم على فكرة الكلام ده حصل معكم النهاردة ما هو كان حصل معهم قبل كده إن يمسسكم قرح فقد مسى القوم قرح مثله وتلك الأيام ندولها بين الناس ولازم تبقوا عارفين وإن الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يدبره من فوق سبع شماوات اختبارا منها يثبت على الإسلام ومنها يرتد وربنا سبحانه وتعالى قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين خلي الكفار يزودوا في ميزان سيئتهم وحسبوا على كل الكلام ده لكن يهمني أنت كمسلم أنت فين فين قوتك النفسية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الخندق وهو بيحفر والمسلمين مش لقيين الأكل وبعدين يضرب صخرة المستعصية على المسلمين ويقول الله أكبر فتحة بصرة الله أكبر فتحة الشام ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بيستعدوا لحصار هيفرض عليهم ويقول لهم فتحة بصرة ده احنا هنعد الموقف ده وهنقوى وهننتصر وهنقدر إن شاء الله كمان نهاجم الروم ونغلبهم ونفتح بصرة اللي هي في سوريا والشام اللي هي تبع كل الكلام ده كان تحت الحكم الروماني تحت الاحتلال الروماني وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبشر المسلمين تعرف تقتدب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت بتحارب سنته لو أنت على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول للناس إن شاء الله يبقى فيه أمل قولهم إن شاء الله اللي جاي أحسن قولهم اللي جاي خير قولهم إن شاء الله هنقدر قولهم بس نتحت بس نرجع لربنا سبحانه وتعالى ربنا اللي أمرنا بده لو كنا مع ربنا فربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا لو إحنا بعيد عن ربنا ربنا هيصلحنا هيصلحك بإنه هيرجعك لي عشان تعرف تنتصك يبقى أنت مطلوب منك ترجع لوحدك ولا تاخد أرصة الودن عشان تعرف ترجع عشان كده بنقول ربنا بيقولك ولا تهنوا ما تضعفش اوعى تشعر بالهوان ولا تحزنوا وأنتم الأعلونة إن كنتم مؤمنين تمسك بإيمانك وتمسك بدينك وخليك مع ربنا سبحانه وتعالى واستقم بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض له شوف المسلمين وما تعرضوا له ومع ذلك فتح الله تعالى لهم البلاد ورزقهم الله تعالى بما فاض بالخير على العباد فكن مع الله أسأل الله عز وجل أن يدقل علينا الفرحة والسرور وأن يثبتنا وأن يعزنا وأن يذل عدونا وأن يهدينا إلى الخير وأن يكفينا السوء بحوله وقوته إنه سميع قريب ومجيب الدعاء اللهم بشرنا بالخيرات وصب علينا الخير والبركات وكفينا اللهم شر السيئات آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين السلام الله عليكم ورحمته وبركاته